حمدي فاتح كان معايا في قيمة كان بس بلعب على طول حمدي حمدي كان لعب كويس قوي عايل رائع لا وهو في الملعب يتعتمد عليه معاك شخصية في الملعب راجل بعدين ازاي بتحولة كابتن حمادة من بيتسو موسيماني اللي كان بيوصل لمرحلة انه يلعبه مدافع تالت لبروف لدلوقتي الراجل مرسل كولر بيخليه مهاجم تالي في بعض الاحيان يعني بيوديه بواجبات مهاجم تالي بس حركاته رائعة بيعرف يتحرك يروح امتى في العمق راس حربة تاني امتى بيقف عشان مساحة عالية معلول يعني خد بالك مساحة عالية معلول دي اللي هو اللي بيغطيها بس لما بيكون بيلعب بتلاتة لكن باتنين بتبقى مشكلة لان اروحها خرج من مكان العمق دوت فيسبب مساحة جديرة جمنا خريطة حارية قبل كده لتحركات حمدي فتحي وكان فيها الحراج بتقوله دوت انه هو ازاي بيأمن ورا علي معلول كتير قوي هو اكتر حتة بيجري فيها اللي ورا علي معلول يتديروا امان تعرف لو مفيش حد بيأمن هتلاقي علي معلول برضو بيروح على استحياء شوية طبعا ولازم يبقى عينوا على الباكة العكسي او الباكة العكسي عينوا على علي معلول ما ينفعش الاتنين يتطير ولكن الوقت الاتنين بيعملوا زيادة عددية عشان فيه تأمين عندي فنص ملعب بشكل كويس طيب كابتر حمدة على ضوء حوالي 26 مباراة لعبوا مارس الكرر حتى الان مع النادي الاهلي انتو بعطك ايه او رايك ايه فيما يقدموا مارس الكرر مع النادي الاهلي مش بكلام على كاس العالم بس لا هو كل فترة على مجمع أعماله بيزيد مع النادي الاهلي هاي وعمل اضافة اضافة كبيرة لنادي الاهلي يعني مدرب شايفه مطشط كتيرة جدا يعني فيه مطشط الأغلبية بيقراها كويس بيتعامل معها بشكل جيد والنتيجة بتباني في المعلق يعني حتى لو بدأ يعني بعض البراد شفته بيبدأ بتشكيلة ممكن نبقى عليها اخلاف بس بيعرفي صحح من أوضاعه في الشرط التاني بالضبط يعني فيه مطشط كتيرة جدا بيبقى تغييراته مؤسرة بتعمل فارق مع النادي الاهلي طيب على ذكر محمد مجدي افشا بعض جمالين النادي الاهلي يقول لك محمد مجدي افشا يا اما يدينا في البيك اوي يا اما باش موجود خالص ما عندوش الحتة اللي هي بيجي وقف النص دي يا اما هايل جدا هو اللي بيكسب الاهلي يا اما هو اللي يكون جزء من خسارة النادي الاهلي فاحيانا الجمهور يفرح اوي بافشا ويزعل منه اويش ليه مستوى افشا بزي العيبة بتاعت زمان فيه ثبات كبير في المستوى يعني هم عندوش ثبات شوية بقاله فترة ايوه بقاله فترة يمكن انا قلتها قبل كده من ساعة منتخب مصر مع كيروش لما تم استبعاده خالص اه ورجع النادي الاهلي موسيماني استبعاده ففيه هو شريف اه فحصلوه من ضرب كبير اه وده يعني بحمله على اللعيب اكتر يعني اللعيب برضو لازم عنده جلد عنده ممكن لازم يجي له احباط ويبعد شوية وده متهيال حصل لهم لكن هما الاتنين اللعبها كويس قوي اه افشا ابتدى يرجع ابتدى يرجع بشكل كويس هي حسب التكلفات اللي بيبقى عنده في الملعب يعني اوقات بيخليه قوي في نص الملعب اه هو مجدي عشرة عشرة كويس قوي ازاي بيربط التيم بشكل كويس اه عنده الرؤية في تغيير الملعب عنده السروباس بيعمله بشكل كويس اه فانا شايفه جاي يعني هيرجح تاني مجدي صغير مش كبير يعني مجدي عنده مسلا ستة سبعة وعشرين سابق لسه لسه قدامه قدامه يقدر يدي وعنده خبرات دلوقتي كبيرة ويقدر يدي النادي الآلي بشكل كويس وممكن يرجع منطقة بمصر كمان طيب